كلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلد عبد الغفار نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بتسع وثلاثين سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث حيث تم نقل تسعة وعشرين مصابا إلى مستشفى الأحرار وجامعة الزقزيق فيما أصفر الحادث عن حالتي وفاة وذلك في حصيلة أولية اشتركوا في القناة